اشتركوا في القناة ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته كما بعث سمو رئيس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة مماثلة الى اخيه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمنها سمو خالص تعزيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل